بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن أكبر فوز يتحصل عليه الإنسان وأعظم نعمة يتحصل عليها الإنسان من هذه الحياة الدنيا أن ينال في الآخرة الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإن الطريق إلى جنة الله عز وجل إنما يكون بمحض فضل الله ورحمته بعباده لن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة بعمله فقط ولا بطاعته فحسب وإنما لا بد من رحمة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقالبوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان بدون رحمة الله لا شيء وأن الإنسان برحمة الله ينال كل شيء وإن من يبحث عن رحمة الله عز وجل فسيجدها وسيجد أسباب هذه الرحمة من يبحث عن رحمة الله يجدها في كل شيء يجدها في كل مكان يجدها في كل زمان قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده رحمة الله عز وجل إذا فتحت لعبد من عباده فلا ممسك لهذه الرحمة وإذا أمسك الله عز وجل رحمته عن عبد من عباده فإنها لا يسعد في الدنيا ولا في الآخرة ينام الإنسان على الشوه واللضى فإذا هو مع رحمة الله كأنه مهاد وحرير رحمة الله عز وجل من يبحث عنها سيجد أسباب هذه الرحمة كما وجدها خليل الرحمن وهو في النار عليه السلام وكما وجدها نبي الله يوسف وهو في الجب في غيابات الجب وكما وجدها نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كما وجدها نبي الله موسى عليه السلام وهو في اليم لما أمره ربنا تبارك وتعالى فغمرته رحمة الله عز وجل أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ووجدها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يوم أنجد المشركون في الطلب حتى وصلوا إلى باب الغار وإذا به يطمئن الصديق لما قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله سالثهما لا تحزن إن الله معنا قال الله عز وجل عن رحمته ورحمتي وسعت كل شيء ستجدها في كل شيء ستجد رحمة الله في كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ولما خلق الله الرحمة جعلها مئة جز فأنزل في الأرض جزءا واحدا جزء واحد في الأرض به يتراحم الخلائق والله عز وجل ضمن عنده الباقي حتى يرحم الله عز وجل عباده سبحانه وتعالى وإن من يمعن النظر في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل قد ذكر أسباب تجلب للإنسان هذه الرحمة أولها الإيمان والعمل الصالح إذا حقق الإنسان الإيمان بالله والعمل الصالح لله تبارك وتعالى فستغمره رحمة الله عز وجل قال ربنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته بماذا؟ بالإيمان وبالعمل الصالح الإيمان أن تعلم يقينا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وأن الذي يحيي إنما هو الله وأن الذي يميت إنما هو الله وأن الذي يدبر أمر الكون إنما هو الله قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون الإيمان والعمل الصالح وإنه من لطف الله عز وجل بعباده أن جعل العمل الصالح يتنوع ويختلف إذا أردت أن تتحصل على رحمة الله عز وجل فإن من طرق التحصيل لهذه الرحمة العمل الصالح فإن من الناس من يتقرب إلى الله من باب الصلاة وآخر من باب الصيام وآخر من باب قراءة القرآن وآخر من باب جبر الخواطر وآخر من باب الإحسن إلى الناس الأمر بالمعروف أن نهي عن المنكر أي طريق تجد فيه عمل صالح فضع قدمك في هذا الطريق فبسببها تنال رحمة الله عز وجل رحمة الله وسعت كل شيء فاحذر أن لا يكون لك مكان في هذه الرحمة التي عمت كل شيء قال ربنا تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه هذا وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه دمتم في رعاية الله وعنايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته